أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العادية بالجورجاني بالاحتفاظ برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وحسب المعطيات الأولية فإن قرار الاحتفاظ بوديع الجري استند إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة قضايا منشورة ضده وأكد الناتق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في تصريحات إعلامية محمد زيتونة بأن بطاقة الإدارة بالسجن تعود بالخصوص إلى الملف المتعلق بالعقد المبرم مع المدير الفني للجامعة بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة واعتبرت الوزارة في البداية أن العقد الذي يربط الترفين ليس قانونيا اثر أن الجامعة وقعته بشكل فردي من دون نيل موافقة الوزارة وبعد سلسلة من التحقيقات في هذا الموضوع قررت أحد المحاكم إصدار قرار باعتقال الجري إلى حين استكمال الأبحاث بدوره أكد الناتق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة أن ملحقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قضائيا يتعلق بالفساد المالي داخل الجامعة وتحديدا بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني باعتبار الملف حالة من الحالات التي ينطبق عليها الفصل السادس والتسعين من المجلة الجزائية وقال شكري حمدة أن وزارة الشباب والرياضة رفعت عدة قضايا ضد العديد من الجامعات في إطار محاربة الفساد بتعليمات من الحكومة وفي إطار سياسة رئيس الدولة لمحاربة الفساد مضيفا أن التركيز على ملف الجامعة قد يعود إلى أنه الأكثر شهرة ولذلك عرف تداولا أكبر وأضف حمدة أن عديد الجامعات الأخرى رفعت وزارة الشباب والرياضة ضدها قضايا وتمت على إثرها إيقافات وبتقات إداء بالسجن وغير ذلك من الإجراءات وقد أثار خبر اعتقال الجري صحب أطول فترة رئاسة في تاريخ الجامعة التونسية لكرة القدم سيلا من التفاعلات وردود الأفعال فيما أثارت مصادر إعلامية مسألة التداعيات المحتملة على العلاقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى مشاركات المنتخب الوطن التونسي لكرة القدم المقبلة فضلا عن مشاركات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية للنوادي سونيا